السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل درجة من درجات الجنة أيها الأحبة تعادل ما بين السماء والأرض انظر إلى عظمة درجات الجنة عمل بسيط يمكن أن تقوم به بسيط جداً يمكن أن يأخذ منك ربع دقيقة يرفعك درجة من درجات الجنة تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي فيه الكثير من الخير والعطاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة سبحان الله يعني انظر أخي الحبيب إلى هذا الكرم الإلهي العظيم والله أيها الأحبة لو قرأنا هذا الحديث على الرغم من أنه يكاد لا يصدق يعني لا يصدق العقل بحدود العقل البشري أن سجدة واحدة لله ترفعك درجة عالية عند الله من درجات الجنة على رغم من ذلك لو قرأنا هذا الحديث أمام مئة شخص من الذين لا يصلون ولا يؤدون الصلاة كم واحد تتوقع أنه سيستجيب لنداء النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد من هؤلاء سيسارع للسجود لله تبارك وتعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم القيامة أخي الحبيب سأقول لك موقف ربما يغفل عنه الكثيرون أذكرك به يدعى الناس يوم القيامة للسجود للسجود لله عز وجل أول من يحاول السجود هم القفر والملحدون والغافلون عن ذكر الله والمستكبرون والمجرمون فلا يستطيعون يحاول أحدهم أن يسجد لماذا؟ لأنه رأى الجنة ورأى النار ورأى أنه لا مفر من الله ولا مفر من العقوبة ولا مفر من نار جهنم انظر أخي الحبيب كم هذا الموقف صعب جدا انت خيل نفسك للحظة وأنت تقف أمام الرحمن عز وجل والملائكة يقفون صفوف في ذلك الموقف العظيم تنادى أو ينادى عليك أن تسجد تؤمر بالسجود فلا تستطيع وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كنت في الدنيا تدعى للسجود كان يأتيك من يقول لك بسجدة واحدة يرفعك الله درجة ويحط عنك خطيئة وقد تنقذك من عذاب النار على الرغم من ذلك كنت سالما هانئا مطمئنا لديك الكثير من الفراغ على الرغم من ذلك لا تسجد تضيع الصلاة هذه دعوة أيها الأحبة لكل إنسان غافل عن الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه شخص وقال يا رسول الله كان الصحابة يسألون النبي كيف يكونون معه يوم القيامة من شدة محبتهم لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف نكون معك يا رسول الله كيف نكون بقربك لا يريدون أن يتركوا هذا النبي لا في الدنيا ولا في الآخرة ماذا قال له قال للصحابي فأعني على نفسك بكثرة السجود سبحان الله فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة واحدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة يكفي أخي الحبيب أن يتقبل الله منك سجدة واحدة والله خير لك من كنوز الأرض لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين فأن يتقبل الله منك سجدة واحدة تغنيك عن كل شيء من الدنيا من متاع الدنيا فلذلك هنا أخي الحبيب نريد أن ندخل إلى فلسفة هذا الحديث القضية ليست قضية سجدة واحدة ما هو الملحد رأينا ملحدين على الشاشات التلفزيون وفي مواقع الإنترنت يقول لا إله إلا الله وهو ملحد هل تقبل منه؟ رأينا منافق يصلي وهو منافق هل يقبل منه؟ هذه قضية ينبغي ألا تغيب عنا الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم هذه قاعدة كل عمل تشرك مع الله غيره سيقال لك يوم القيامة اذهب فخذ أجرك ممن عملت له طبعا هذا الذي نافقت من أجله وعملت من أجله ربما يكون في نار جهنم ولا ياذب الله قالوا دعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب في نار جهنم لا يوجد تخفيف للعذاب لا يوجد أعذار لا يوجد مناقشة وقفوهم إنهم مسؤولون لا يوجد من ينصرك يوم القيامة لا يوجد من يدافع عنك إلا عملك الصالح إلا أن تحب هذا النبي إلا أن تطيع هذا النبي تطبق سنته فيكون شفيعا لك وإلا النبي النبي يشفع للمجرمين يشفع للمنافقين مثلا الشفاعة تكون لأولئك الذين أحبوا الله وأحبوا رسوله ولكن عندهم أخطاء يعني قد تردهم في جهنم فيقبل الله شفاعة حبيبي عليه الصلاة والسلام لذلك الحديث الشريف هنا أخي الحبيب يريد أن يقول لنا لا تسهل أو لا تستخف بالسجود الشعر يقول ومعظم النار من مستصغر الشرر شرارة صغيرة قد تشعل غابة آلاف الهكتارات تحرقها شرارة صغيرة وأحيانا كلمة واحدة الإنسان يقولها تهوي به في جهنم سبعين خريفا علي أذو بالله لأنها تغضب الرحمن وكلمة يقولها من رضا الله يدخل بها الجنة إذن هنا السجود ليست عملية ميكانيكية كما أسميها أنا دائما السجود أخي الحبيب هي الثقافة هي منهج حياة الذي عود نفسه على كثرة السجود لا يمكن أن يستكبر على الناس ما دمت وضعت جبهتك على التراب على الأرض خضوعا لله وخوفا من عذابه وأدركت أن هناك إلها عظيما سيحاسبك على كل كلمة وكل فعل وكل فكرة تخطر ببالك والله الذي يسجد لله سجدة واحدة بحقها لا يمكن أن يستكبر أو يؤذي أو أن يأكل مالا حراما أو يظلم أو يفعل أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى أنا أريدك أخي الحبيب أن تتذوق لذة السجود لذة وأنت ساجد تشعر بقرب الله منك أقرب ما يكون العبد من ربه متى وهو ساجد العبد يكون قريبا جدا من الرحمن عز وجل في حالة السجود عندما تسجد لله عز وجل يجب أن تشغل دماغك لا أن تنقر كالديك هكذا لا تقول الله قريب مني الآن ماذا أطلب منه ماذا أدعوه ماذا أسأله كيف أستغفره كيف أسأله أن يصرف عني الشر كيف أسأل هذا الإله العظيم أن يكرمني أن يمحو الذنوب أن يعينني على الخير أن أنفع الناس هذا الإحساس هو الذي يمنحك السعادة والرضا هذا الإحساس هو الذي يمنعك من ظلم الناس وإلا اليوم للأسف معظم الناس أو كثير من الناس يصلون تدخل إلى مسجد فتجد هذا التاجر يصلي في الصف الأول ويخرج ليغش زبائنه والآخر يخرج ليأكل الربا والثالث يخرج ليأكل حق الناس ولا يعطيهم حقوقهم والله صلاتك لا فائدة منها ستكون وبالا عليك أنا أقول أيها الأحبة يجب أن نصحح نظرتنا للصلاة الصلاة ليست هي كل شيء بعض الناس يعتقد أنه يصلي سأقول لك شيء فقط انتبه معي جهنم فيها درجات أيضا مثل الجنة الدرجة السفلة الدرك الأسفل ليس للملحدين وليس للمجرمين وليس للظالمين بل لرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ما رأيك؟ ربما لا تصدق اقرأ معي الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يقول إن الكافرين في الدرك الأسفل من النار لا احفظ معي هذه الآية مقطع من آية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من هو المنافق؟ هو الذي يخدعك بأنه يصلي ويصوم ويزكي ويفعل كل الأعمال الحسنة معقول هذا سيكون في أسفل درجات النار طب قد إنسان لا يصدق هذا التفسير مع أنه واضح إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قد يقول لا يا أخي المنافقين هم الملحدون مثلا ربما يقول قائل طيب النبي فسر لنا هذه الآية عندما قال لسيدنا أبي هريرة هل تعلم يا أبا هريرة من أول من تسعر به من النار يوم القيامة؟ هؤلاء شر الناس هؤلاء سبب الكوارث لأن الملحد واضح أما المنافق لا تستطيع أن تميزهم لا تعلمهم نحن نعلمهم قال الله ورسوله أعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام عدد أشخاص رجل قرأ القرآن ليقال قارئ ورجل تعلم العلم ليقال عالم ورجل تصدق ليقال كريم أو جواد ورجل قاتل ليقال جريء أو شجاع فيوم القيامة عندما يؤتى به هؤلاء يقولون يا رب يعني أحدهم يقول أنا أنفقت فيك المال يقال له كذبت تصدقت ليقال جواد كريم يعني قارئ القرآن يقول يا رب أنا قرأت القرآن يقول كذبت أنت قرأت ليقال عنك قارئ أو عالم وقد قيل فيأخذ بهم فيقذفون في النار وليعوذ بالله يسحبون إلى النار وتوقد النار عليهم تخيل معي خطورة النفاق أخي الحبيب والله الإنسان خيرا له أن يجلس في بيته ويأكل للأي شيء ولا ينافق لو علم خطورة النفاق ولكن للأسف بعض الناس يصلي ويصوم ويزكي وتجد له أيادي بيضاء ظاهريا في فعل الخير وهو في داخله يأكل الربا لا يبالي يأكل الحرام لا يبالي يغش الناس لا يبالي يقطع الرحم لا يبالي يظلم الناس لا يبالي وهكذا فهؤلاء ماذا تنفعهم صلاتهم بالله عليك قل لي المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا المنافق الذي سعرت به النار أشعلت به النار وكان أول وجبة للنار وفي الأسفل ماذا فادته صلاته ماذا فادته صدقته ولا شيء لذلك أكثر من السجود بإخلاص وتذكر أنك قريب من الله ودائما وأنت تسجد ادعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا الدعاء وهو الساجد كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره على نيته وسره نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا جميعا وآخر دعونا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة